من عنوان الفيديو واضح أنه اليوم رح نحكي مرة تانية عن فيدورا ولكن ليس فيدورا اللي بتعرفها بشكلها التقليدي سواء كنت بتستخدم نسخة الوركستيشن مع جنوم أو أي سبين من السبينات المطاحة مع فيدورا وإنما اليوم رح نروح مع نسخة السيرفر ورح نسبتها بشكل مينيمل وبعدها رح نسبت ويندو مانيجر على طريقة Arch Linux أو على طريقة Void أو على طريقة جنتو فهلا أنا على موقع فيدورا وطبعا رح نروح للجيت فيدورا ورح نروح للسيرفر ورح ننزل نسخة السيرفر أنا طبعا رح ننزلتها حطيتها على فلاشة أو رح نقوم بهذا الكلام على ماكينة افتراضية ولكن الخطوات رح تكون متطابقة رح نقوم بعملية تثبيت سريعة بالبداية وبعدين رح نقوم بتثبيت الويندو مانيجر اللي رح خليه مفاجأة لنهاية الفيديو فهلا أنا جهزت الماكينة الافتراضية بس قبل ما أبتدي بعملية التنسيل بدي أعمل تعديل بسيط بس لحتى عدل دقة الشاشة وأقلعنا من فيدورا طبعا فيدورا 38 الإصدار الأخير من فيدورا فرح نشوف أنه الإنستولر اللي بيجي مع نسخة السيرفر هو أناكوندا نفس اللي بيجي مع نسخة الورك ستيشن بس رح نشوف الاختلافات بعد لحظات بعد ما اختار اللغة فاخترنا اللغة الإنجليزية وقالت له continue هون رح شوف أنه في عندي خيارات أكتر بكتير من الخيارات المتاحة عندي وقت اللي بيكون عمالي نزل الورك ستيشن فهلأ خلينا بالبداية نختار لغة الكيبورد اللي بدي أستخدمها فأنا رح أحذف اللغة الإنجليزية فرح يطلب مني أني أختار لغة بديلة فاخترت اللغة اللي بدي أستخدمها ورح قال له done ما رح أمشي بالخيارات الموجودة على الشاشة بالترتيب في بعضها رح أتركها لآخر خطوة مثل الinstallation source والsoftware selection فخلينا أول شي بعد ما حددنا الكيبورد رح ضيف دعم اللوكال أو دعم اللغات اللي بدي أستخدمها على النظام فرح نجي نضيف دعم اللغة العربية ورح نجي للغة تانية طبعا أنت إذا ما بدك تقوم بإضافة دعم لغات فلا تقوم فيها بس أنا لحتى تكون العملية متكاملة عندي بعدين طبعا رح نختار المنطقة الزمنية ورح نجي بعدها للنتورك إذا كنت عمالك تقوم بهاي العملية على لابتوب فهون على يسار الشاشة رح يطلع عندك الواي فاي إذا كنت بدك تقوم بعملية التثبيت باستخدام الواي فاي بعد ما تضغط على الواي فاي رح يطلع عندك جنب الconfigure زر تاني مكتوب عليه select network رح تضغط على زر select network تختار الشبكة اللي بدك تستخدمها وتحط الباسورد الخاصة فيها طبعا أنا هذا الكلام ما طلع عندي لأني عمالي قوم بالعملية على ماكينة افتراضية بس باعتبار أنه أنا موجود بقسم network والhost name رح ايجي وغير اسم الhost name لهاي الماكينة فرح نسميها F38 server أنا هذا الاسم اللي بديها ورح نقل له apply وبعدين رح نقل له done هلا بعدها قمنا بتحديد الكيبورد اللغات الnetwork خلينا نحدد اللي بدي استخدمها هلا أنا ما في عندي غير ارس واحد وهو محدده بشكل اوتماتيكي بس احتمال أنه ما يكون محدد فهلا أنا ضغطت عليه وشايف أنه إشارة الصح موجودة رح روح مع الكاستم أنا بدي سبته باستخدام البترFS فحددت الكاستم ورح نقل له done إذا كان هاردك في عليه أي partitions قديمة أو في عليه نسخة لينوكس تانية موجودة فرح تطلع عندك هون ممكن أنك تحذفها أنا باعتبار أنه ما في عندي أي شي فما طلع عندي أي partitions أو أي توزيع لينوكس تانية بس رح نجي للخيارات ورح نغيره من ال LVM للبترFS ورح نقل له click here to create them automatically فهلا اللي بدي أعمله بدي أغير الأسماء الروت طبعا اللي سلاش رح غيره من ال name رح غيره من الروت لات ورح نقل له update settings شايف أنه ما عمل عندي هوم ديركتوري أو هوم يوزك ما عمل عندي هوم ديركتوري فرح نجي لإشارة L زائد ورح نختار الماونت بوينت اللي هي سلاش هوم رح قل له add mount point وكما رح غير رح عدل الاسم للات هوم لحتى يكون كسب فوليوم رح قل له update settings ولحتى يكون في عندي إمكانية أني استخدم ال time shift في مرحلة لاحقة رح قوم بإضافة partition جديد اللي هو رح يكون mount point slash dot snap shots ورح نقل له add mount point ورح نغير الاسم من dot snap shots لadd snap shots ورح نقل له update settings رح نقل له done رح يعطيني review بالأشياء أو summary بالأشياء اللي رح يعملها أنه رح يعمل destroy وبعدين create 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 فرح قل له accept changes قبل ما أجي للsoftware رح خليها للأخير هدول الinstallation والsoftware أول شي رح ضيف password للroot user فرح أضغط على الroot user هو بشكل أوتوماتيكي disabled أنا بدي أعمله enable ورح حط له كلمة sir وطبعا رح أرجع عيدها ورح نقل له done رح نجي ونضيف مستخدم لهذا النظام ورح نعطيه اسم طبعا الاسم الكامل والuser name وبعدين رح أعطيه الباسورد وبعدين رح نقل له done هلأ منجي لنختار الinstallation source هلأ طالع عندي أنه إما أنه يقوم بعملية auto detect أو on the network أنا حتى قوم بتثبيت البرامج بإصداراتها الأخيرة من الشبكة مباشرة فرح قل له on the network وهو أخذ بشكل أوتوماتيكي أنه يختار closest mirror فما رح غيرها ورح نقل له done هاي الخطوة ممكن تاخد بعض الوقت بين الدقيقة والخمس دقايق هلأ رح نشوف أنه عندي الخيارين صاروا غير متاحين فرح استنى ليخلص من تحميل الميتا ديتا ومنرجع بعدها طيب هلأ خلينا نضغط على software selection وهون أنا اللي بدي إياه مثل ما حكيت أنه يكون في عندي minimal installation فأول شي من القائمة اليسار اللي هي base environment رح غيرها من fedora server edition ل minimal install ومن القائمة اليمين بالاعتماد على الأشياء اللي بدي إياها ممكن أني حدد البرامج اللي يتم تثبيتها أثناء هاي المرحلة أو أني خليها كلها لبعدين بس الأشياء الضرورية اللي رح حددها هون اللي هي common network sub modules والstandard هذول الخيارين الوحيدين أو additional software اللي رح سبتهم بهاي المرحلة ال common network sub modules ضرورية جدا لحتى يكون في عندي انترنت بعد ما أخلص من عملية التثبيت وطبعا رح يكون في عندي خطوة تانية رح نرجع لها بعد ما ننتهي من هاي الخطوة هلا أنت إذا كنت بدك تقوم بتثبيت أي حزم إضافية فممكن أنك تقوم فيها بس بهذا الشكل رح تكون كافية لحتى نبتدي ورح نقل له done وبعدين رح نقل له begin installation هاي الخطوة تاخد وقت لا بأسويه باعتبار أنه رح تتم كل العملية عن طريق الانترنت طيب هلا عملية التنصيب خلصت بس لسه ما رح نعمل إعادة تشغيل رح قول ليش هلا إذا كنت عمالك تقوم بهذا الكلام على لابتوب وكان في عندك كرت شبكة الواي فاي لسبب من الأسباب بيطلب أنك سبت تعريفاته ما لها موجودة باللينوكس فيرموير أو أي مكان تاني فممكن بعد ما تقوم بإعادة التشغيل أنه ما يشتغل عندك الواي فاي فخلينا نحل هاي المشكلة ونحن موجودين هون قبل ما نكون مضطرين أنه نرجع وبعدين نعمل الشروط بعد ما نعيد التشغيل ونشوف أنه ما يشتغل عندنا الانترنت هلا نحن باعتبار أنه بالخطوة اللي قبلها قمنا بالاتصال بشبكة الواي فاي فصارت الكونفيريشن موجودة فيها وحاليا عندي انترنت لأنه قمنا بعملية التثبيت عن طريق الانترنت بس بدي أعمل شروط لحتى في حال كان في عندي كرت شبكة رح أحكي على الانتل طبعا هلا أنا هون بماكينة افتراضية فما في داعي أني أعمل أي شي بس لحتى تشوف شو هي الخطوات هلا إذا كنت أنت على كمبيوترك رح تضغط على كونترول وآلت وفتنين أنا بي الماكينة الافتراضية رح أجي وقل له كونترول آلت افتنين فهلا أنا صرت ضمن تي تي واي الخط رح نكبره بعد شوي بس أول شي لو قلت له رح شوف أنه عندي سلاش ديف سلاش في دي اي ثلاثة معمل له عملية مونت على السيس روت وعندي الهوم والسناب شوت والسيس روت أنا بدي أغير هذا الكلام لأعمل المونت على الام انتي على السلاش ام انتي الخطوات اللي بدي أعملها موجودة بهذا الموقع اللي رح أتركه بسندوق الوصف فمثل ما اللي شايف أنه رح نعمل رح نعمل مونت لديف في دي اي بس بدل الصفول يساوي روت بدي أغيرها لمكانها الصح وبعدين في عندي المونت في دي اي واحد في عندي الباين في عندي الداش تي فبدي أقوم بهي الخطوات فقبل ما أقوم بعملية المونت بدي أعمل بالبداية عملية ان مونت فرح نقل له يو مونت داش ال وبعدين رح قل له سلاش ام انتي سلاش ورح قل له نجميل حتى يعملها لا الكل هلا لو رجعت وقلت له ال اس ال ال اس بي ال كي رح شوف انه ال في دي اي واحد واثنين وثلاثة ما عد ما عمل لهم مونت على اي مكان فبالبداية رح قل له مونت داش تي بي تي ار اف اس داش او سب فول يساوي مثل ما حكيت رح تكون يساوي ات لانه انا هاد السب فوليوم اللي عرفته للروت وبعدين رح يكون سبايس سلاش ديف سلاش في دي اي ثلاثة طبعا هاد الاسم بتغيره بالاعتماد على المكان اللي موجود عندك وبعدين رح يكون على سبايس سلاش ام انتي هلا بعدين بدي اعمل الباين والداش تي فرح نقل له مونت الخط رح غيره بعد شوي بس تحملوا علي لحتى ننتهي من عملية المونت او عملية التشروت فرح نقل له مونت داش داش بايند رح نقل له سلاش ديف سبايس سلاش ام انتي سلاش ديف وبعدين رح نقل له مونت سبايس داش تي بروك سلاش بروك سبايس سلاش ام انتي سلاش بروك بعدين رح نقل له مونت داش تي سي سي س سلاش سي سبايس سلاش ام انتي سلاش سي بعدين كمان رح نقل له مونت داش تي ورح يكون في عندي تي ام بي اف اس سلاش سبايس تي ام بي اف اس سبايس سلاش ام انتي سلاش رن خلصنا من المونت ضل في عندي ام كي دير لحتى ياخد لحتى يكون في عندي انترنت فرح نقل له ام كي دير رح قل له داش بي لحتى يقوم بانشاء مجلد او مسار ضمن مسار بدون ما قوم بالخطوة او بالكومنت اكتر من مرة فرح نقل له ميك دير داش بي سبايس سلاش ام انتي سلاش رن سلاش سيستم دي سلاش ريسولف ورح نقل له انتر بعدين رح نقل له اكو سبايس كوتيشن سنجل كوتيشن نيم سيرفر واحد دوت واحد دوت واحد دوت واحد سينجل كوتيشن وعندي سهم الى اليمين سلاش ام انتي سلاش رن سلاش سلاش سيستم دي سلاش ريسولف سلاش ستاب داش ريسولف بدون اي بالنهاية دوت كونف وهلا رح نقل له تشروط لا ال سلاش سبايس سلاش ام انتي لحتى تغير الصدفة او استخدم صدفة باش رح نقل له سبايس سلااش يو اس آر سلاش بين سلاش باش خليني بالبداية سبق غير الخط لخط اكبر طيب هلا لو قلت له ال اس بي سي اي هلا انا بعتبار انه على ماكينة افتراضية فما طلي عندي اي كرت شبكة او كرت الواي فاي اللي بدي استخدمه بس لنقول انه كرت الشبكة اللي عندك هو انتل فبحالة انتل لو قلت له DNF SEIWL رح شوف انه في عندي عدد من التعريفات اللي ممكن اني استخدمها هلا على اللابتوب اللي عندي كنت مضطر اني ثبت ال IWL 760- فبهاد الشكل رح يصير في عندي انترنت بعد ما اتصل هلا نحنا باعتبار انه بالخطوة اثناء عملية التثبيت ثبتنا الباكيج الخاصة بالنتورك ف ال WPA Underscore Supplicant تم تثبيتها خلينا نتأكد من هاد الكلام فلو قلت له DNF EN WPA Underscore Supplicant رح شوف انه تثبتت و DHCP CD كمان تثبت وال Network Manager مثبت كل هاي الحزم اذا عملتها بهذا الشكل 99 90% رح يشتغل عندي الانترنت طبعا هاد الكلام بحالة كروت شبكة انتل اذا كان في عندك كرت شبكة من غير شركة فيفضل انك تقوم بالبحث عن شو هي التعريفات اللي بدك تثبتها خلينا باعتبار انه نحن هلا لسا نوجودين بالشروط خلينا بس نعمل شوية تعديلات على ملف DNF .conf وبعدين بنعمل restart فرح بالبداية رح سبت الفيم او نيوفيم طبعا ممكن اني سبتها بعدين فخليها لبعدين رح نقل له nano slash etc slash dnf slash dnf .conf لحتى استخدم الفاستست mirror رح نقل له fastest mirror يساوي واحد رح قل له default yes طبعا انا هاي الاعدادات اللي بعملها دائما بتسبيت في دورا ورح نقل له max parallel downloads يساوي 10 ورح نقل له control x وبعدين y وenter طيب هلا رح قل له exit هلا انا طلعت من التشروت لو قلت له ls blk رح شوف انه vda 3 لسا ما عمل له mount على slash mnt فرح قل له umount space dash l space slash mnt وبعدين رح نقل له reboot هلا عملية التنزيل او عملية التثبيت التنصيب خلصت ضل عندي اني ثبت الخطوات الاضافية او الحزم الاضافية لحتى بس بالبداية انه نحصل على سطح مكتب ممكن اني استخدمه فهلا متل ما اللي شايف انه انه النظام اشتغل بشكل صح فخلينا نسجل الدخول باسم المستخدم اللي انشأنا وكلمة السر كمان خليني بس كبر الخط فرح قل له set fun فهلا اول شي بدي ثبته هو حزمة ال x server على fedora لحتى ما ثبت الحزم بشكل يدوي ممكن اني ثبت الجروب بشكل كامل بس بالبداية يفضل اني اعمل update للنظام هلا على اللابتوب ما طلي عندي اي update بعد ما امت عملية التثبيت بس على الماكينة الافتراضية رغم اني ثبت حزم من الانترنت بس هلا متل ما رح نشوف بعض لحظات انه في عندي updates كبيرة فرح نقل sudo dnf up ورح قل لحتى ما يطلب مني كلمة اثر او التأكيد فرح نقل له هاد الكلام متل ما اللي شايف انا من شوي سبت من الانترنت بس طلع في عندي كل هاي فبدي مثل ما حكيت ثبت group ال x server او base server فرح نقل sudo dnf group install واسم الgroup اللي بدي ثبتها رح تكون base dash x ورح نقل له اوكي ورح نقل له yes ونستنى ليخلص من هاي الgroup طبعا هاي الgroup يعني بتغنيني مثل ما حكيت عن اني اكتب اسماء الحزم حزمة حزمة رح تثبت لي كل الحزم او مو كلها اغلب الحزم اللي رح كون بحاجتها طيب عملية التثبيت ما اخدت وقت لانه هي الحزم كلها على بعضها ما بتطلع اقل من 100 ميجا هلا صار وقت نثبت البرامج اللي بدي استخدمها والwindow manager هلا انا قلت انه هي مفاجأة بالاساس هي ما لها مفاجأة باعتبار اني وصلت لها الخطوة فهلا انا ممكن اني ثبت اي window manager دي انا ما رح اعمل اي عملية configuration اليوم فله السبب رح ثبت بس ممكن انك تثبت اللي بدك اياه فرح نقل سودو dnf in او install انا بكتب ال in اللي هي بس اختصار لل install فرح نقل اي 3 gabs طبعا فيديو اي اي انا عامل اكتر من فيديو عنه ممكن انك تلاقي هون على القناة فرح نقل اي 3 بالنسبة لل terminal اللي انا بستخدمها اللي هي الكيتي طبعا لازم يكون في عندي متصفح رح ثبت ال flat pack رح نثبت ال neo veem رح نثبت ال x render لانها ما لها مثبتة ما تم تثبيتها بالخطوة اللي قبلها ال x render اكيد رح تفيدني اذا كنت بدك تثبت login manager مثل light dm او s ddm ممكن انك تثبت هون هلا انا بفيديو اليوم ما رح سبت اي login manager فهي الحسم بعتقد انها كافية اليوم فرح نقل له ok وكمان رح نضغط على enter ونستنى لا يخلص من هاي الحزم بهاي الخطوة هو رح يقوم ويثبت pipe wire بشكل اوتوماتيكي طبعا اذا كنت بدك تثبت تعريفات كرت الشاشة فهي الخطوات كلها ممكن انك تقوم فيها بعد ما نوصل لسطح المكتب بعد نسينا نثبت النايتروجين لحط نغير الخلفية الشاشة فممكن هلا بعدين انه نرجع ونثبت النايتروجين ونثبت بعض الخلفيات لانه انا ما في عندي اي wallpaper حاليا طيب خلينا مثل ما حكينا انه نثبت النايتروجين ونثبت F38 back ground اللي هي الخلفيات او wallpapers الرسمية لفي دورة 38 ورح ثبت الخاصين بgnوم كمان وقت اللي ثبت ال i3 قام بتثبيت ال d menu كdependency لل i3 اذا كنت عمالك تستخدم ويندو manager ثاني فممكن اما انك تثبت ال d menu او انك تثبت ال row في طبعا ال d menu اللي رح يتم تثبيتها بهذا الشكل ما في عندي امكانية تخصيصها مثل ما حكينا بانك تثبتها بشكل يدوي بس على الاقل رح يكون في عندك app launcher فرح نثبت هدول الحزم اللي ثلاثة ال nitrogen فيه غلط ال nitrogen sudo dnf sudo dnf install فرح نقوله اوكي طبعا انا اليوم رح استخدم ال x init rc لاني ما ثبتت login manager او display manager فرح نستخدم ال x init rc والstart x فهلا لو قلت له pwd بس لحتى شوف انا وين موجود انا موجود بال home directory الخاص فيه فرح قل له nvm او nano dot x init rc ورح قل له هلا طبعا انا لسه ما غيرت ال wall paper بس خليني قل له nitrogen nitrogen dash dash restore لحتى هاي auto start يغير ال wall paper كل ما اقلع النظام وبعدين بالسطر التاني قلت له and وبالسطر التاني رح قل له ex ec i3 رح اضغط نقطين wx لأحفظ الملف واطلع منه ورح قل له start ورح قل له start x متل ما اللي شايف اشتغل عندي ال i3 رح اضغط enter لحتى يقوم بعملية توليد ملف ال configuration رح اضغط enter لحتى يختار ال window ك modifier key وهلا لو ضغطت على ال window d رح يفتح عندي d menu رح افتح terminal اللي بدي اياها خليني اول شي غير دقة الشاشة فلو قلت له x render رح شوف انه اسم اللي بدي يغيره اسم الشاشة اللي هو virtual واحد فرح قل له x render output رح قل له virtual 1 بعد رح قل له space mode رح حط الدقة اللي بدي اياها ورح انسخ هاد السطر او هاد الكومنت اللي حطيته ورح ارجع ل .x init rc ورح ضيفه ببداية السطر او ببداية الملف لحتى ما يكون مضطر اني حط هاد الامر كل مرة بعيد فيها تشغيل الكمبيوتر خلينا نفتح ال nitrogen قبل ما نفتح ال nitrogen بدي اعمل تعديل بسيط على configuration i3 فرح قلو nvim .config i3 slash config بس بدي غير الترمينال اللي عماله يستخدمها فرح نجي للسطر اللي في bind seam mod return رح غيرها من الexec i3 رح غير i3 حط الترمينال اللي انا ثبتتها وبالنسبة ل d menu رح غيرها من mod d ل mod b طبعا انا هاد اللي متعود عليه فله هاد السبب رح يكون بالنسبة لي اريح اني حط ال key binding اللي انا متعود عليها فرح احفظ هاد الملف وبعدين رح اضغط على windows على زر windows و shift و r ل اعمل reload configuration i3 هلأ لو ضغطت windows enter رح يفتح عندي kt لو ضغطت windows p رح تطلع عندي ld menu خليني هلأ لو ضغط windows shift q لحتى سكر النوافذ اللي عندي هلأ لو ضغط windows p وقلت له nitrogen رح يطلع عندي nitrogen رح نجي ال preferences ونضيف ال wall papers اللي ثبت نها رح اضغط على add ورح اجي ل file system ومن هون رح نروح ل usr share ورح نقل له select رح قل له ok ورح نختار اي wallpaper بدنا ياها بعدين بس رح اغيرها من automatic ل zoomed field رح نقل له apply وبعدين windows shift q رح شوف انه تغيرت عندي wallpaper هلأ بعد ما اعمل رستار رح تطلع عندي الدقة بالشكل صح وال wallpaper رح تكون بعدها على حالها الخطوات اللي ضلت بعد هاي الخطوة شبيهة جدا بانك تكون عمالك تتعامل مع arch بدك تثبت برنامج لتغيير ثيمات gtk لتغيير ثيمات lq بدك تثبت تعريفات كرت الشاشة بدك تثبت البرامج اللي بتستخدمها بحالة fedora بدك تضيف مستودعات rpm fusion فصار ممكن انك تستخدم نظامك بشكل طبيعي بشكل احترافي وبأمان الله